ايه حكاية خارج الملعب دي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هعمل فيك ايه؟ ولا حاجة والاهلي الكعبل اه الكعبل والكعبل في حاجات ما يصحش الكعبل فيه في حاجات وانت على فكرة بتبقى لما تقول ايه متى بتستفيد من التحكيم زي ما بتتوظر منه انت وكل المحللين بيقولوا وانا منهم انا المقتلع بدي بس كمان ماينفعش في نفس المباراة المعايير تتطبع هنا ما تتطبعش ايه هنا ابو السلاييني باقصر لقيني ما خادتش حقي هو انت فاكر الاهل وزمالك وبيراميد يعني حيبقى الفوارق ايه يعني بسيطة يعني ماتش اتنين طب هما دلوقتي حيطا علي فلازم تصريح من حضرتك واضح مكان الاهلي دلوقتي في جدل الدوري نمتاز والفترة الاخيرة هي فنية فقط لا غيره لانك اسباب اخرى لا هي وجوز فيها فن طبعا وايلا انا ما تجيبنا غاية صفقة ليه تمام لكن جزء منها اسباب الدوري حاسمه خارج الملعب تعال نتكلم تعال نتكلمه تعال نتكلمه هي العلاقات بين عناصر اللعبة خارج الملعب ولا داخل الملعب خارج الملعب هو الاعلام خارج المستطيل يعني مش خارج الملعب هي في الملعب بس خارج المستطيل الاعلام في الملعب في المستطيل ولا خارج المستطيل خارجه اه ايه تاني الاعلام الفلوس الإدارة داخل المستطيل أو خارج المستطيل ثم التحكيم تحكيم داخل المستطيل لكنه خارج المستطيل صح أو اللي غالب وبيجري في المستطيل بس هو شؤونه خارج المستطيل عايزين تجادله نجادل الأولانية أنت قلت الأموال ودي اللي أسيق تفسيرها في إيه دي اللي الناس كلها راحت قالت يعني إيه الدوري خارج الملعب وهيحسم خارج الملعب إيه المقصودين لما تضخ أموال بطريقة قوية جدا في اتجاهات معينة جدا بحوافز متبينة ومختلفة طبعا بتوبها مؤسرة أنا ما بحكمش أنه ده صح والغلط ما بحكمش وده بيحصل ليه إنما هو بيكلمني بقول له لا فيه تغيير خالص خالص في مناخ كرة القدم دلوقتي خالص أي التحكيم عناصر التحكيم هو الكاس السنة اللي فاتت متوجهشي سؤال بشكل مباشر من المدير التنفيذ للاتحاق ده طلع أقل كده الراجل لما رئيس لجنة الشباب والرياضة الذي كان طرفا في فريقه في المباراة النهاية استغاث وطلبه لدرجة أنه حس بن الحسبي الله ونعم الوكيل أنا عايز حكام أجانب يا ناس وقابليها النادي الأهلي في الأدوار ماتشي الأهلي كيف خرج الأهلي من أمام الأسيوتي هات الماتشي وتفرج عليه خرج الأهلي كان وحش ماشي طيب سموحة وإزا مالك قال أنت عايز يا سيد الفاضل تقول أنا فير أنت عايز يا سيد الفاضل تقول أنا شفاف أنا على مسافة واحدة من الجميع قال ماذا يديرك أن طارق بقولك أنا الفلوسة هي زي ما بتعمل دلوائتي ما أنت وطاق قلت على جثتي بس مش فاهم جثتك دي استحملت إيه ولا إيه ولا إيه الحقيقة لأن ما أن طلب آخرون لا فيه تحكيم وبعدين ابتدى يتقالي التحكيم من تونس لأن دي اتفاقيات وبعدين لا تونس عمرها ما هتحكم تاني في مصر هو ده إيه هو ده إيه لما يطلع مدير الاتحاد يقولك من حق رئيس النادي أنه يطلب حكام مصريين لأنه عايز بطولة ده مفيش أوضح من كده مفيش أوضح من كده هو أنت منك ما تعاونتوش تحققه في الكلام المريب صحيح عايزين إحنا كمان نتغضى عنه ونعمل نفسنا مش مريبة يا مش مهندس أصلا المريب ده يحتمل الريبة لكن ده كلام صريح قوي لا يعني إحنا بنتشتم أنا 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 بتعرض ده فيه واحد فقمة بيقولك عدل يا إخوة واخد بالك هو أنت مش لقى حاجة تقولها يعني أنت كده استسهلت عملت دور على حاجة تنكك بي أي ميل وتلبسها لي لا يعني إيه يعني دي طب هو أي علاقة بالداب اللي بقوله ها انت كده يعني وجهت لي ضربة قادة يا خايب يا خايب إنما الكلام السهل المعلب ها ما 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 يعني وبعدين ده ده بيطلع و بيدفع الفلوس عشان يقول الكلام ده مهم واخد بالك حاجة غريبة جد ده وعدين التاني يقولك والعملية يا وله لا والله استططيني واجعتيني قوي إيه الكلام العجيب ده مع إن والله العظيم ما ياخده مني غير شكوى اه لإن كل واحد يقول كلمة علي أن يثبتها صحيح وإلا القانون يطال الجميع صحيح أنا وأنا بكلمكم وما اتهمتش حد فيكم مع إنكم كلكم فيكم العبر مهم وأنا ما جيتش ناحية حد لإني مش دوري إن أنا أتكلم على سير الناس مهم أنا مش ضعيف قوي كده مهم مش هايف قوي كده مهم أنا ما لي مش لقى حاجة يقولك يقولك ده مش عارف إيه وده كذا دي الكلام قال يعني بينكد عليك وبينييمك أنت راسك في وسط رجليك يا وده أنت بتاع الأجهزة أنت فكرتين بأحد هؤلاء الموزعين اللي طالع اليومين دول بيتكلم لو كان الوقت يتسع هنجيب لكم فيديوهات ليه وهو ضمن المجموعة بتاعة حازمون اللي كانوا مقتحمين أو مسيطرين على مدينة اللي انتاج الأعلام الاختحم بس إحنا بص بصوا كانت الغلغلة لغاية فين أنا لست رجل أيدوليجيات أنا رجل وطني أحب بلدي طبعا أفعل لها ما تريده مني كما تريده في التوقيت وأبسط مظهر من مظاهر التعاون أن تتحمل الظروف وأن تتفائل بالمستقبل صحيح وتدعو إلى هذا في أسرتك وفي بيتك وفي كل وأمام الشباب هو ده هي دي المسئولية صحيح أن نخلق مواطن سوي جديد بيفكر بطريقة جديدة على قيم جديدة بسيلكيات جديدة حداري أن يصبح نموذج البلطجة هو القائد المعتمد هو إحنا بنقول كده يعني يعني إيه لي بنستفيده شخصيا من هذا الكلام غير أن إحنا عايزين بلدنا تبقى فعلا كل مجهود يوبزل يجيب نتيجة فماش عايزين نخرج برا الموضوع نرجع تاني كل ده عشان قلت إيه كل ما أتعرض له الأسبوع الماضي ده عشان قلت طب هو أنت زعلان قوي كده ليه أنا قلت يجي ست عناصر منهم التحكيم أنت حسست ليه على البطحة على طول هو أنا قلت لك حاجة أنا أنا بقول هناك أمور خارج الملعب سوف تتحكم في مصار الدول هي دي عايزة منخشى صحيح هي عايزة أن إحنا نععد نحلل ونعمل جزء من الأمور طبعا جزء من الأمور فني لكن أن أنت أدي لك مثل بسيطة أستاذ براهي ولو أنك عندك فقرة أعتقد خاصة لهذا الموضوع يا تفضل إيه الرعب اللي جاء للناس دي من أول من نادي الأهلي عمل صفقاته المخطط باص لا صاراتي مش مقتنع بفلان وعلان خلاب بين فلان وعلان اللعبة مش بتباصي لفلان انشغلوا إزاي يخلاقوا فتنة إزاي يخلاقوا جاوم من التشاؤم لقوا جمهور الأهلي فرح وجمهور الأهلي لما يفرح بيبقى داعم قوي 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 و لما يبقى دعم قوي قوي لأهلي دا بيبقى فوق قوي 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 هو دا الرعب فانت الخطة مش ان يبقى قوي الخطة انك انت تبقى ضعيف وهي دي الأموال اللي خارج الملعب الله هي دي الأموال اللي مدفوعة خارج الملعب للتأثير على نتائج الملعب في البرامج وفي الكتائب الموجودة في السوشيال ميديا وأيضا في الصحب فيه أموال كتيرة بتضخ عارف الخدمة اللي عملوانة هي أستاذ إبراهيم الخدمة اللي عملوانة الناس دي إن عادة جمهور الأهلي صفا واحدا إلا قليل وهذا القليل بإذن الله الشكله حيبقى مفضوح قوي وحتبن قوي لأن كل الناس الوقتي حتى اللي كانوا تعودوا ينتقدوا يتهكموا يعملوا كل بقول لك أقفر الأهلي ابتدوا يستشعروا الخطر ابتدوا يستشعروا إزاي كانوا حينجرفوا إلى المصارى الذي يريده البعض له النادي اللي قال لي ملوش إلا جمهور قولا واحدة ملوش إلا جمهور وإحنا مش محتاجين يبقى معنا حد عايزين كل الناس تبقى مع الناس كلها على مسافة واحدة من الناس كلها ويميزنا جمهورنا وإحنا النادي الوحيد اللي ملوش ما بيلعبش الجمهور اشتركوا في القناة